بصراحة لأن الموضوع ده كنا أنا وإنت بالنقش وقبل الهوى وكنا بنتكلم أنا وكريم شوية عن فكرة الدوريات العربية اللي لسه لحد دلوقتي ما خلصتش يعني أنت لو جيت قارنت نفسك بالعالم كله هتلاقي تقريبا الدوريات معظمها اللي في العالم خلصت لكن أنت عندك لسه في الدوريات العربية في تقريبا لسه أكتر من أو ستة خسابة الدوريات لسه حاجة كده يعني ما انتهوش فده بيدينا شوية علامة استفهام لأن الدوري المصري طبعا واحد من الدوريات اللي احنا بنتكلم عنها الدوريات العربية دي ناس كتير فصرت لك ده كريم قالت لك أن ده بسبب التلاحم بتاع المواسم وغيره أن أنت لحد دلوقتي مش قادر تطبق زي ما العالم بيشتغل فكرة جدول أو فكرة أجندة أو نظام تمشي عليه بشكل مساستم عشان ما يبقاش فيه تلاحم بهذا الشكل اللي احنا بنشوفه الناس كلها بتخلص يعني في الفصل ده أو في الشهر ده تحديدا الدوريات عشان تدي فترة راحة عشان تيجي بعد كده للمركات وبتاعهم وبيمركزين واستفقات الجديدة اللي هي وصول الانتقالات زي ما بيتقال لكن انت للأسف الشديد لسه المنطقة العربية عندك معظم الدوريات زي ما أنا بقول يعني تقريبا سبع دوريات عربية لسه للأسف الشديد بعيدة كل البعد عن فكرة الانتهاء هنتابع وحنشوف لكن كلنا نتمنى أن احنا نلاقي حل لهذه الأزمة اللي هي معانا كل موسم يعني احنا كل موسم بنتحدث تقريبا يا كريم عن هذه الأزمة ولكن هي مزالت مستمرة ومموعدش حضراتكم الموسم القادم هيكون في اختلاف يعني على كل حال لكن ده حال دلوقتي الدوريات العربية لو احنا تكلمنا تحديدا عن الدوري المصري نتمنى ان شاء الله كمان ان يتم يعني الانتهاء منه لان احنا عندنا مؤجلات كتيرة جدا لسه كمان الفترة اللي جاي وحنكلم عن كمان الاهلي تحديدا لسه عندك سبع مؤجلات بيرميتس طبعا هو المتصدر حاليا بفارق نقطتين 62 و 64 لكن على كل حال احنا ممكن ان شاء الله لو فوزنا في كل المؤجلات بتاعتنا نوصل ل 76 يعني نقطة نتمنى كل التوفيق بازن الله للنادي الاهلي اصلا الجملة دي او العبارة دي عبارة طلاح ومن مواسم احنا شخصيا بنقول هنا في عشر صبح في الاهلي تقريبا بقالنا بقالوا سنتين سنتين وشوي من ذات ما نضمينا بالزبط كده احنا دخلنا في خضام طلاح ومواسم زائد ان فيه تفصيلة كده مش عارفة بس هي جزء من قدر لعيبة النادي الاهلي وبالتالي جماهير النادي الاهلي النادي الاهلي بطبيعة الحال طرف اساسي ورئيسي وجزء لا يتجزأ من معظم ده ان ما كانش كل في كل البطولات المحلية والقرية وحتى العالمية المتاحة يعني النادي الاهلي رايح جاي على كاس العالم للاندية بيشارك دايما وبقوة وبيحصل على نجوم مختلفة من دوري ابطال افريقيا ماتشاط السوبر ماتشاط الكاس ماتشاط الدوري فبطبيعة الحال النادي الاهلي اكيد اكيد كل لعبته ده احنا جماهير بن فرهد وراء اللعيبة وراء الماتشاط اللي وراء بعض فما بالكم فعلا اللعيبة والجهاز الفني بيكونوا عاملين ازاي على فكرة زي ما انا هوندي بتقول لحضراتكم فعلا مش الدوري المصري الوحده اللي لسه شغال عندنا اكتر من دوري لسه لم تحسن فيهم الامور بعد على رصوم الدوري المغربي اللي هتنتهي منافساته بعد جولتين يعني من دلوقتي وبيتصدر حاليا يعني الوضع في الدوري المغربي كالقاتي بيتصدر حاليا الجيش الملكي جدول ترتيب الدوري بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف اللي هو الوداد يعني تحديد بطل الدوري في المغرب ما زال غير معروف حتى هذه اللحظة وده طبعا بيخلق اكيد منافسات قوية جدا حتى نهاية الموسم وعندنا كمان الدوري التونسي يعني حنلاقي انه برضو بيتصدر البطولة بنظامها الجديد النجم الساحلي بفارقة اربع نقاط عن الترجي ونقدر نقول ان المسابقة وصلت الى حد كبير لمرحلة التتويج كمان لسه الدوري السوداني شغال لكن يعني طبعا بسبب الاحداث اللي بتحصل هناك تم تعليق المسابقة حتى اشعار اخر كمان الدوري الليبي هنلاقي ان فيه ست فرق وسطه بالفعل لمرحلة البطولة كلهم بيتنافسوا على اللقب ولو رحنا لدوري كمان هنلاقي الدوري الموريتاني لسه برضو فيه مباريات مؤنجلة ما تلعبتش لغاية دلوقتي ولو رحنا للدوري الجزائري هنلاقي ان الفرق بين المتصدر الحالي اللي هو شباب لزداد والوصيف شباب قسنطينا وصل لتمنقاط مع تبقي خمس جولات على نهاية المنافسات فالدنيا لسه لم تحسم امورها بعد في كتير من الدوريات تحديدا سبع دوريات زي ما انت قلت يا نهوان يعني هنقضنا تمنى وهم هيعودوا يتلحموا برضو احنا هنقضنا وهم هيتلحموا لغاية لما نلاقي حل بقى ان شاء الله يعني في الفترة اللي جاية هننتقل من الدوريات العربية